في عدة مفاهيم ومصطلحات كثير من الناس فهمنا غلطة جماعة ندر وضح إبراء للزمة ونصحا للأمة ولأن ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا من هذا الباطل وهذه المنكرات إذا لم ننكرها لأنه سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان المصطلح الأول العلمانية كثير من الناس بفهموا كلمة العلمانية دي خطأ يقول لك العلمانية دي من العلم والتكنولوجيا والتطور بالذات لأن العلمانين الليلة من خباستهم الشديدة جدا وضلالهم وإضلالهم للخلق بيغشوا الناس وقولهم علمانية دي من العلم لا ما من العلم ولا استلاحا ولا شرعا ولا هم ذاتم بيعتقدوا الكلام ده لكن بيخدعوا بالناس ودي دائما من ألعيب العلمانين بيطلغوا كلمة ويكون عند عدة معاني معنى خبيث باطن هم يكونوا قصدينه ومعنى ظاهر طيب وده بيقولوا لعامة الناس وللأسف غالب عامة الناس بنخدعوا وراء المصطلحات والشعارات الجوفاء فالعلمانية أصلا زي ما عرفوها العلمانين زاتهم هم زاتهم ما نحن في دائرة المعارف البريطانية قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى عزل أو فصل الدين من حياة الناس كده كلمة علماني يعني غير أخروي ولا ديني كما في القواميس والمصطلحات الموجودة عندهم عندهم هم زاتهم ما عندنا نحن فقل لده علماني معناته لا ديني علماني معناته ما زول آخرة زول دنيا بل هم بعاد الدين العلماني وبيسيبه في الدين وبيزاد الدين الصحيح اللي هو دين الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام فالعلمانية هي أصلا حركة اجتماعية تهدف إلى فصل الدين عن حياة الناس شاكد حتى العلماني اللي بغشي الناس اللي بقول لهم علمانية من العلم لما انت تابع باقي كلام وباقي سيرته وباقي حركته في الحياة وإذا يتولى لو ما كان أو غيره أول حاجة بيعمله يقول ما دارين دين الإسلام ديه العلمانية تطبيقه ده العمل ده ديه العلمانية زاته وهي عقيدة وسخة جدا ضد الدين الإسلامي بكل تفاصيله ابتداء من العقيدة يعني ما زي ما بيفهم جماعة الأخوان المسلمين إنه بسأل العلمانية دي ما دارين الحجاب بتاع المرأة والحجاب ومظاهرات ونندد وندين ولابد من الحجاب الحجاب من الدين وسابت من الدين ونزل من السمام عروف لكن العلمانين بعادوا قبل الحجاب وأهم من حجاب المرأة التوحيد والعقيدة بيضرب أول حاجة التوحيد والعقيدة بعدة شبهات ومصطلحات ومسميات واحد مثلا على سبيل المثال يقول لك إن إحنا كعلمانين ندعو إلى الحرية والحرية عنده منواع واحد يقول لك حرية المعتقد ودي أخطر ده أخطر ضلال للعلمانين ليه؟ لأنه ده بضربة والتوحيد والعقيدة والإيمان بتاع المؤمن المسلم يعني شنو حرية العقيدة؟ زي المقطع بتاع الودة العلماني ده بتاع ناس الحرية والتغيير وقال نحن أيزل حر في عبادته قال دايروني يكون في البلد دي قال شنو كده ما عارف يعتقد الزرادشتية وحب يصلي كلمة كده قاعد يكشور بها ويعتقد البوزية ويعتقد الإسلام ويعبد كده ويعبد الأوسان ده أخطر حاجة هم بيسموا حرية المعتقد الإسلام ما فيه حرية المعتقد لأنه ربنا مما خلق البشر ديه مما خلقهم خلقهم لغاية واحدة شان يعبدوا براو ويفردوا بالعبادة ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ربنا ما خلق البشر ديه المننهم ذاتهم الله ما خلقهم إلا للعبادة وبعد ذات رسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب قال وهديناه النجدين كما قال تعالى وقال تعالى إن هديناه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا والرغم الطريق بتاع الهدى وطريق الضلال طريق الجنة وطريق النار طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وطريق الشقاء والتعاسى في الدنيا وفي الآخرة في ناس اختاروا طريق الشقاء والتعاسى في ناس اختاروا طريق شنو السعادة فأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل ده كل أشياء نعبدوا ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوعي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت إذن الإنسان الله ما أدى والحرية أشان يختار الرب والدين الدائر وزي ما بقولوا العلمانين ده كلام باطل بل ده كلام كفري في حد ذاته ربنا سبحانه وتعالى يريد من أي بشر من الإنس والجن إنه يعبدوا زي ما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا لا يعبدوا فأشان يعبدوا لكن بعد ذاك وراك طريقة الخير إذا ما أشهد به خلاص بتسعد وطريقة الشر إذا ما أشهد به بتشقى في ناس اختاروا ذاك طريقة الأشقى وناس اختاروا ذا فده الحاصل كله والبدع لحرية الاعتقاد دعوة دي باطلب الكفرية بعد ذاك يورين دعوة دي كفرية ربما جاهل ما عارف أو كده لكن الدعوة دي والكلام ده ده كلام كفري يا جماعة وكلام من أبطل الباطل للأسف ملع المانين براهم والشيوعين البدعو لحرية الاعتقاد ويقولوا أيزوا ليعبد الرب الدائر والدين الدائر حتى جماعة الأخوان المسلمين بل شيوخ وعلماء الأخوان المسلمين زي القرضايو برضو اللي هو زعيم الأخوان المسلمين الآن والأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين في العالم برضو يدعو لحرية الاعتقاد ومعنى حرية الاعتقاد إنه بيقول الإسلام بيجوز وبيرضى لأي إنسان يعبد ويتعبد بالطريقة الدائرة ويعبد الإله الدائر ويتدين بالدين الدائر كان إسلام والليهودية والنصرانية والبوزية وذي كلها أديان باطلة حتى اليهودية والنصرانية باطلة لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهه في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك من الأدلة من القرآن الكريم التي تنصف الدعوة إلى حرية الاعتقاد وحقيقتها الدعوة إلى الكفر بالله والكفر بالإسلام قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر الله قال ما بيرضى الكفر وكذلك من الأدلة القوية جدا في إبطال هذه العقيدة الباطلة قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا وهم قالوا أنت حر مسلم تبقى كافر تبقى بوزي الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن الدعوة إلى حرية الاعتقاد دي دعوة من أبطل الباطل ومن أخبس الخبايث وللأسف إنه حتى عبد الحي يوسف ده السروري ده في كتابه اللي هو نالبيو درجة الدكتوراه من هنا جامعة مدرمان الإسلامية نغش له الحبر يوسف نور الدائم زعيم الإخوان المسلمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم في الرسالة بتاعة الاستبداد السياسي حق عبد الحي حق الدكتوراه من الجامعة مدرمان الإسلامية دي عقد فصل كامل اسمه حرية الاعتقاد والله زيدا واتكلم في الفصل إنه الإنسان حر في عقدته كيف حر؟ ربنا ما خلقك إلا عشان تعبد وتكون موحد ومسلم فقط ما في دين تاني بيقبل إلا الإسلام إطلاقا ما في دين يقبل إلا الإسلام فكيف تقول إن الإنسان حر؟ يكون مسلم يكون غيره يكون بوزي يكون غيره ده في كتابه الاستبداد السياسي رسالة الدكتوراه حقته وهو أحد يقول ليه تراجع تراجع وين؟ بيتين تراجع بيتين ودي رسالة الدكتوراه أنا لبيت الدكتوراه وما تراجع لكن دي دي العقيدة السيئة الوسخة الورسوها من سيد غوطب أصلا لأنه سيد غوطب حاطب الليل ما عنده علاقة بالعلم الشرعي لجمع من كتب اليهود ومن الأناجيل ومن كتب علم الكلام والفلاسفة والمناطقة ومن كتب الصوفية ومن كتب الحلاج ومحيد دين بن عربي وبيزيد البستامي لقط عمل له دين وعمل له منهج تبعوا الترنقعة دي لآن اللي هي جماعة الأخوان المسلمين وبعد ذلك الليلة يقول لك نحن حزب أو تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يا ناس انت شريعتكم بتدعو لها اللي هي منهج الأخوان المسلمين بتدعو لها منهج باطل ومنهج عاطل والله ما عنده علاقة مع المنهج الصحيح الدعلي والرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والذي كان عليه السلب الصالح والأئمة الأربعة ما عنده أي علاقة يأتي شريعة وقبل في عهد الكزان ثلاثين سنة عبد الحيدم الدين مش قناة واحدة طيبة هي ما قناة يا ناس ناس قال لنا قناة واحدة هي اسم باقت قنوات فريغية عنده قناة باللغة العربية عنده قناة طيبة بلغة الأمهرنجة تغريبا وبلغة التجراي وبلغة الهوسة باقت قنوات زي باقت قنوات باقة كاملة وينو الدين القدمون وينو التوحيد التوحيد ده أساس الدين وأساس الإسلام وينو التوحيد الدعلي عبد الحي بل عبد الحي بيمشي للصوبية مش على الشيخ ودلوبيض هنا في شرق مدني ودلوبيض طبعا عنده قصة قال ده قطع البحر الأحمر ده بالمصلاية ده الحي مش عينك لينال منه البركات بعد ما سمع المتحق قال لجينا نتعلم منكم الدين من الصوفي قال قال قطع البحر الأحمر بالمصلاية ده يقول الليلة تيارنصرة الشريعة ودولة القانون ياته شريعة ترفع انت ياته شرع وانت قاد دي توحيد ياته شرع بلا توحيد يا أخي زي ما قال العلامة الدكتور الفوزار حفظه الله قال دعوة بلا توحيد كالجسد بلا رس انت أساس الدين ما بتدعو لبل بتحاربه وبتحارب دعاته لما سأله من دعاة التوحيد قال الله يقول له غالبا قال مدعومين من جهات خارجية برا شو بزول ده بيتكلم كيف ويمشي للصوفية ومجد الصوفية ويمجد فيها سيد قطب في إزاعة الطيبة حقها تتفي الإزاعة بتاعته التانية دي بيمجد فيها سيد قطب قال الشهيد وغال سيد سيد انت ما تقول سيد قطب عشان يتكشف حالك وكل رسالته دي كلها غالبة من كتب سيد قطب فديل ما بيرفعه شريعة وما نقول لك دولة الشريعة ونصر التيار نصر الشريعة ودولة القانون يعني الشريعة ما كفاية لابد من القانون الوضعي مع الشريعة وقمال عبد الحيوس ومحمد عبد الكريم والجزول التكفيري المعامد الداعشي ومحمد عبد الكريم وغيرهم ديال بيكفروا في البلد ويكفروا في الحكام المسلمين ويكفروا في الناس قالوا لأنه حكموا القانون الوضعي الليلة هم ذاتهم جوا مش حكموا بس جعلوا شعار ودثار لإسم الحزب الجديد والإسلام ما في وحزة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعا كل حزب بما لديهم فرحون إذا كان ذي للناس اللي يرفعوا شعار إسلامي ذي للناس عبدالحي والجماعة المعاوة بسيء للإسلام فكيف العلمانين؟ ودير بالمناسبة أكبر بوابة كانت وشبهة تشبس بها العلمانين لضرب الإسلام لأن العلمانين لما يضربوا الإسلام ما بيقدروا يقولوا القرآن كعب عديل لأن المسلمين بيقوموا عليهم فشان يغشوا المسلمين يجيبوا التجارب الفاشلة لجماعة الأخوان المسلمين والكيزان وعبدالحيو والكيزان المعاو يجيبوا التجارب الفاشلة بتاعة ديل ويعرضوها للجهلة من بعض العوام يقول لهم شوفوا ديل الإسلامين معناته الإسلام ما صح ما فاشل معناته بتجارب ديل مع أنه ما حج لهم ما حج لهم لكن ديل برضو كانوا سبب لأننا قاعد تصلوا بيننا سيقول لي أنتوا كيف؟ ما تتكلموا عن العلمانين وعلى الملاحدة بس ما تتكلموا عن ذيك الإسلامين ذي الأساؤل الإسلام فتركوا وراهم أسباب وأبواب فتحال الشبهات يلجوا منا العلمانين الذين لضرب الإسلام لذلك وهجب الرد على ذي والرد على ذي على العلمانين وعلى العملين فيها إنهم على الإسلام الصحيح ذي والمنهج الصحيح والله منهم براء وهم براءوا منه ما بنى كافرهم لكن دل أهل ضلال وأهل بدع وخوارج قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل منهجهم منذ قديم الزمان قال الخوارج كلاب النار رواه ابن ماجة وحسن والألباني وغير من النصص هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله